ننتقل الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي الوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامشي اجتماعات وزراء خارجية دول النيتو في العاصمة الرومانية بوخارست نحن ندرك ما هو شتاء العصيب الذي أمام الأوكرانيين ونعرف ما هي خطة الرئيس بوتين فهو يعمل على محاولة تجميده من البرد وإخراجها من منازلهم وإيقاف إيصال المعدات بالإضافة إلى المواد الغذائية ليس فقط للسكان في أوكرانيا ولكن أيضا في بقيات العالم وبذلك زعزعات تحارفنا ويفكر بوتين أنه في حال ارتفعة الأسعار قليلا سيتخلى العالم عن أوكرانيا وذلك لاتفاع عن نفسها ولكن لم تنجح استراتيجيته ولن تنجح أبدا وسنستمر بإثباط عازمته وهذا ما استمعت إليه اليوم بشكل واضح من كل الدول الممثلة هنا في بوخارست نعرف أن الوقوف مع أوكرانيا يعني تقبل ثمنا باهظا لا سيما للحلفاء الأوروبيين ولكن عدم التدخل سيكون أغلب كثير نظرا للعدوان الروسي وتقبل محاولات لإعادة تغيير الحدود بالقوة والتغيير الكتاب القوانين الذي نعتبره جميعا لسلامتنا سيزعزع الأمن والسلام ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في بقية العالم بالتالي الرسالة الأهم من اجتماعنا هي كالتالي نحن سنستمر بتقديم الدعم لأوكرانيا ولا نتخلى عنها أبدا اليوم وعبر فصل الشتاء وطالما سيستغرق الأمر لأوكرانيا للنجاح في حربها ضد روسيا سنستمر بتعزيز سلامتنا وأمننا والقدراتنا العسكرية الموفرة لأوكرانيا نعرف أن تم توفير أكثر من 40 مليار دولار من حيث المساعدات العسكرية لأوكرانيا وسيستمر هذا المبلغ بتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا كما أن الولايات المتحدة بحد ذاتها مدت أوكرانيا بتسعة عشر مليار دولار من حيث المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية وغيرها نحن نرحب بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على حزمة العقوبات التي ستفرد على روسيا مما سيقود قدرة موسكو على الاستمرار بحربها الوحشية حين بدأت روسيا بتسريع اعتدائها على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وزراء خارجية مجموعة السبع تدخلوا مباشرة وعملوا بشكل موحد فنحن نعمل على إنشاء مهمة منصقة وذلك للعمل على الشبكة الإمداد بالطاقة الأوكرانية ونعمل أيضا على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الضرورية لاتفاع عن أراضيها وحين اجتمعت هذه المجموعة بالأمس في بوخارس أعلنت أن الولايات المتحدة ستوفق رؤكس 33 مليار دولار لإرسال معدات للعمل على استقرار البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بالإضافة إلى الإمدادات والتغذية بالكهرباء كما سنقدم المزيد من أكثر من 5 مليار دولار لمساعدة كولمن أوكرانيا ومولدوفيا في استمرار بالتغذية الكهربائية كما سنعمل على أن لا يستمر السيد بوتين بيجعل من العالم رهينة له وفي هذا صدد عمل الاتحاد الأوروبي على الإعلان عن نيته بالاستقلالية تماما عن الغاز الروسي ونعرف أن البريطانيا عفوا الولايات المتحدة قد أرسلت أكثر من 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسيل وذلك لتمكن هذه الدول من استقصاء نفسها عن روسيا نعرف أن الرد الدولي للعدوان الروسي على أوكرانيا مدها بكثير من الزخم فنحن نوافق مع سيد زيلنسكي الرئيس الأوكراني فنحن نعرف أن الدبلوماسية هي طريقة الوحيدة لإيقاف العدوان الروسي ونحن ندعم الجهود لسلام مستدام ومنصف الاعتداءات الروسية الوحشية على المدنيين الأوكرانيين تظهر أن الرئيس بوتين هو بغنى عن دبلوماسية وفي حال سيحاول قدر الإمكان إجبار أوكرانيا في الاستمرار في هذه الحرب الباردة وذلك ليتمكن من إعادة تغيير حساباته ليتمكن من الهجوم مجددا ولكن لن تتمكن هذه التكتيك من توصل إلى سلام مستدام ومنصف طريقة الفضلة لتسريع الصبر لتحقيق الدبلوماسية هي الاستمرار بمدعوننا لأوكرانيا وبك أن يكون لكل القتال في الجبهات لصالح أوكرانيا يجب أن يكون لأوكرانيا منقفا قويا على طاولة المفاوضات حين ستطرق هذه المعادلة ما أن تنهي روسيا عدوانها فسيكون هذا المسار الصحيح والوحيد لإحلال السلامة نعرف أن عزم النيتو خلال هذه الأزمة أظهر كم أن العمل مع الحلفاء والشركاء هو المفتاح لمحاولة التصدي لكل التحديات ونعرف أننا سنفكر من تعزيز قدراتنا مع السويد وفنلندا وهم الأعضاء الأجد في هذا التحالف حتى وحين نركز على الحفاظ على جهود مشاركة ومنصقة لمساعدة أوكرانيا نعمل على زعادة مرونة النيتو في المستقبل مع مواجهة تحديات الجديدة للسيمة تلك التي تشكلها ألسين في يونيو التقى الحلفاء في بريكسل وتكلمنا عن أن التصرفات الألسينية تعمل على زعزعة النظام العالمي الحالي بالإضافة إلى الأمن والسلام للوليين ونعرف أن الحلفاء في تحالفنا هم قلقون بشأن السياسات التي ينتهجها الحزم الحاكم الصيني بالإضافة إلى العمل على تحديث الجيش بطريقة غير شفافة ولكن نحن نلتزم بإجراء أحاديث مفتوحة ومبناء مع أرسين ونرحب بأي فرصتين للعمل معا للتصدي للتحديات المشتركة تم تأسيس نيتو منذ أكثر من سبعين عالم ونحن نعرف أنه في الأساس تترسخ قوته في العمل مع بعضنا البعض وهذا التحالف ليس فقط للتصدي للأزمات ولكن أيضاً لاستخدام علاقاتنا وذلك لنبقى أكثر المتحدين وأكثر استعداداً لمواجهة أي تحديات هذا العام السابق ذكرنا جميعاً ما هو هذا التحالف وكيف هي قدراتنا على التأقلم والتكيف بالإضافة إلى كفئة العمل ضد أي تهديداً لنا بالإضافة إلى التزامنا بالقيام المشتركة والتي عملنا على أساسها في الأصل للدفاع عنها ونظراً لذلك أنا واثقاً من أن الحلف النيتو سيستمر بالتصدي للتحديات الحالية بالإضافة إلى تحديات المستقبل قبل أن أختتم هذه الكلمة أنا سأخسر سيد أفن بلابر من فريقي وهو كان مساعداً قريباً لي وساعدنا أيضاً بالكثير فيما يتعلق بسفارة الأمريكية في القدس نعرف أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يقفون إلى جانبكم وأنا أعرف أن هذا الشخص وقف إلى جانبي منذ أن تبوأته منصبية أكان في واشنطن أو من حول العالم خلال العامين المنصريمين وهو من المستشارين المقربين لي ويساعد فريقي على أن يكون دائماً جاهزاً في الوقت المناسب ولكن نعرف أن مهامه تتخطى أي من المهام المذكورة في بيان العمل والوظيفة عرف أنه دائماً يستمع إلى كل ما أريد إذن تابعنا هذا الجانب من المؤتمر الصحفي الوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على هامج اجتماعات وزراء خارجية النيتو في العاصمة الرومانية بوحرست